أخبرنا الناس كيف أصبحوا يعرفون أنواع مختلفة من الطائرات الحربية من خلال صوتها ومن ثم يحددون الدولة التي تقصفهم كيف أخرجوا الأطفال من تحت الأنقاض وأحرقوا الإطارات لمحاولة حماية أنفسهم من الهجمات الكيميائية كيف صنعوا الحساء من العشب في المدن المجوعة المحاصرة كيف قدموا العروض المسرحية والقنابل تتساقط على حلب بهذه العبارات يصف حقوقيون ومدافعون روس عن حقوق الإنسان ما عاشه السوريون خلال عقد كامل من الصراع مع الأسد أسموه بعقد الويلات الروس يدينون نظامهم ويوثقون جرائمه وذلك في سابقة فريدة من نوعها إذ أصدرت منظمات روسية لحقوق الإنسان تقريرا يحصل انتهاكات التي قامت بها القوات الروسية على مدى عشر سنوات في سوريا عقد من الويلات هو اسم التقرير الذي أعدته منظمة ميموريال ولجنة المساعدة المدنية ومجموعة أمهات الجنود في صانبوتروسبورغ وحركة الشباب لحقوق الإنسان وهي منظمات روسية وثقت فيما يقارب مئتي صفحة من الانتهاكات الجسيمة وخاصة للقوات الروسية منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا ودعمها لنظام الأسد في قصف المدنيين وتهجيرهم وقام معدو التقرير على مدى عامين كاملين بجهود كبيرة في جمع وتوثيق شهادات للاجئين سوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا مواثقين استخدام أسلحة غير قانونية وتنفيذ احتجازات تعسفية وإخفاء أشخاص وتعذيبهم التقرير الفريد يعتبر ما يحدث في سوريا من أكثر الأحداث وحشية في تاريخ البشرية الحديث شهد توحشا ضد المدنيين تجاوز جميع الحدود الإنسانية وانعكست آثاره على أكثر من عشرين مليون شخص واحد من أهداف التقرير التي ذكرها معدوه يتمثل في إصال ما يحدث في سوريا إلى الشعب الروسي المغيب بأكاذيب الإعلام الرسمي إلى درجة أن معدي التقرير صدموا بالفضائع التي ترتكبها قوات بلادهم آملين أن تصل هذه المعلومات إلى المواطنين الروس لفهم مسؤوليتهم تجاه ما يحدث باسمهم في سوريا وتقديم مواقف تفصل تصرفات الحكومة عن المواطنين الروس